إدوارد سنودن اسم أثار الكثير من الجدل في الولايات المتحدة الأمريكية عقب تسريبه لتفاصيل متعلقة ببرامج جمع معلومات استخباراتية توصف بأنها سرية للغاية سنودن أجرأ أول مقابلة تلفزيونية مع قناة أمريكية والتي أكد فيها أنه عامل متخصص في التجسس وأضافه لقد تدربت كجاسوس بالمعنى التقليدي للكلمة وعشت هكذا في سرية لقد عملت مع وكالة الأمن القومية السرية في الخارج كما عملت أيضا لصالح وكالة الاستخبارات الأمريكية في الخارج فعندما يقولون أني مسؤول أنظمة ولا أعلم ما أقول أعتقد أنه شيء مخادع سنودن كان قد سرب في العام 2013 معلومات سرية أحرجت بلاده داخليا ودوليا الأمر الذي شعر القضاء الأمريكي يوجه له تهمة التجسس ونقل معلومات تتعلق بالدفاع الوطني دون إذن